السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ومرحبا بكم في الفيديو الجديد اليوم اللي سنشوفوا فيه مع بعضياتنا طريقة تعمل راندت سبولة كدرس في الفيديوهات السابقة اللي قبل من هذا كنت قدرت ثلاثة ديال فيديوهات فيهم الملاقية ديال راندت سبولة خدمت الملاقية ديال راندت سبولة عادية ومن بعد خدمتها معاق اللواية ومن بعد خدمتها بالعقيق والآن قلت عليش اللي من ديروش راندت سبولة كدرس يعني تعتبرها كقاعدة اللي غدا تمكنك من انك تديري اي درس انت باغا يعني شوفي الدرس اللي عجبك تقدري انك تديري فوق من هاد القاعدة هدي ديال راندت سبولة اللي غدا نخدم معاكم الآن المهم انا غدا نخدم غير واحد درس صغير غير كمثال ماشي دروري انك تديري نفس الدرس تقدري تديري اي درس كعجبك اي درس بغايت تديري ديري فوق من هاد القاعدة اللي مهم وهو القاعدة ديال راندت سبولة اللي غنخدم معاكم الآن بالنسبة الفيديوهات السابقة غدا نتلقاوا الروابط اسفل هاد فيديو هاد الصندوق الوصف غدا تلقاوا الروابط ديال راندت سبولة ديال الملاقية العادية واللي بالعقيق واللي براندت اللوية يعني غدا تلقاوهم كاملي ثلاثة ديال فيديوهات المهم الآن كيف ما كتلاحظوا معايا هادية البداية ديال هاد الدرس فاول حاجة كنديروها هو انني كنتبت الخيط وكنطلع بثلاثة ديال غرزات بالطبيعة الحال اللي بغايت انها تخدم راندت سبولة بخمسة ديال غرزات غترجع الفيديو ديال راندت سبولة باللواية مع اللواية تمكنت خدمتها على خمسة ديال غرزات نفس الطريقة ديروها واعتمدوا على هالطريقة طبيعة الحال المهم الآن غاد نرجعو نهبطو بهاد ثلاثة ديال الغرزات فمتنسوش هاد الحرير برامتو على ثلاثة ديال شعرات من الأفضل ثلاثة ديال شعرات فغاد نجر هنا يا الخيط غير هناك دخلت لبراف هاد الغرز اللي ولا غير باش تعطيني باش نقدر انني نجر الخيط بسهولة قدرجع الخيط للوراء ولا للأعلى لاحظوا معي مزيلا الخيط كيبقى الفوق وكترجعي في هاد الغرزة التانية وغاد نجر الخيط عادي جدا الآن عندي جوج ديال الغرزات وغاد نكمل فاديما الخيط كيبقى الفوق وكترجعي تخدمي في هاد الغرزة التالتة فغاد نجر الخيط المهم هاد طريقة ديال البداية تقدروا تعتمدوها في بزاف الانواع ديال الخدامي اللي كنديرو فيهم هاد البداية هاد الطلعة هاد بها الطريقة المهم ده بتبط الخيط وغاد نرجع نطلع هاد الغرزة الاولى ومازال غادي نخدمو الغرزة التانية المهم اقربت هنا شوية الصورة كيف ما كتلاحظوا معايا هاد الغرزة التانية والغرزة التالتة الآن يلا غادي نبدأ لاحظوا معايا ارجع نخدم في هاد الغرزة هاد غرزة الاولى كنجر ديما في البداية كتكون وحد شوية صعيبة كتبقي كتشدي هاد الخدمة كتبقي كتشديها بليدك ولكن من بعد غير غا تفوتي هاد تقريبا واحد جوج ديال الصانتي من بعد غادي جيك القادية سهلة المهم ديما الخيط كيكون الفوق وغادي نتبتو ديبا الخيط في التوب غا رجع نطلع ديبا الخيط كيكون التحت فاش كتكون يبقى العقل الخيط كيبقى التحت غادي نخدم الغرزة الاولى ونرجع الخيط التحت ونخدم الغرزة التانية ودائما الخيط الى الاسفل ونديرو الغرزة التالتة ثلاثة ديالغرزات كيما اكتليكم اللي بغا تخدم بخمسة ديالغرزات تقدر انها تخدم بخمسة ديالغرزات المهم غادي نرجعون خدموه اول غرزة ودابا ركزوا معايا مزيان غادي نبداور عند تسبوله المهم نشافوا الفيديو هات السابقة را هم عارفين كيفاش غادي نيخدموها لاحظوا معايا الخيط كيبقى في هاد الاتجاه واحد اثنان ثلاثة هادي الغرزة الثالثة ودابا واحد لاحظوا معايا واحد اثنان ثلاثة والغرزة الثالثة كذلك في الاعلى فكتهبطي البرق في هاد الغرزة الثالثة التحت وكتطلعيها في الغرزة الثالثة للفوق اللي جاتها هالطريقة شوية صعيبة انها تهبط البرق وفي نفس الوقت تطلعها تقدروا انكم تهبطوا البرق وتجروا الخيط عادة تطلعوا البرق للفوق غادي نخدمها معاكم مو مماشي الان في واحد الوقت غادي نخدمها معاكم المهم كيف ما كتلاحظوا معاي الآن كترجعي تديري غرزة عادية الخيط كيبقى الفوق وكترجعي تدخلي البرة في الغرزة اللي في الوسطة وكنجروا الخيط عاد البرة ركزوا معاي مزيان كتجر الخيط هو اللي هو اللي باش يتبت باش تبت هاد راندة سبولة عاد كتجر البر ديالك باش تقدري انك تحافظي على هاد الشكل الآن غاد نخلي الخيط الفوق وغاد نخدم الغرزة الثالثة دابا غاد نخدمه على التوب ديما الخيط الفوق وغاد نديرو الغرزة اللي على التوب دابا الخيط غاد يبقى لتحت وغاد نرجع نار تافع الغرزة الأولى وغاد نقلب على هاد الغرزة اللي في الوسطة وللغرزة الثانية ونخدمه الغرزة الثانية ودابا غاد نخدمه بطبيعة الحال الغرزة الثالثة كنحاول انني نبين اتجاه هاد ديال الخيط على قبل السيدات الممتدئات بالنسبة اللي يعني خدمات بزاف ديال الخدامي اتكون عارفة الخيط فينا اتجاه كيكون المهم كترجعي كتخدمي اول غرزة ومن بعد كتديري الخيط في هاد الاتجاه وكان هناك نحسبه واحد اثنان ثلاثة دائما كتهبطي البراه في الغرزة الثالثة وفي نفس الوقت كتطلعي البراه في الغرزة الثالثة ودابا غادي نجرروا الابرة غادي نحاول انني دابا عادي متزعيري لخيط الأولو دابا المهم غا تخلي الخيط الفوق وغا ترجعي في هاد الغرزة اللي في الوسط وكتجرر الخيط هو اللي وال عاد كتجرر الابرة كنجرر الخيط باش نتب تول خدمة ديالنا مزيان وعاد كنجرر الابرة باش صافي يعني نكونو كملنا الخدمة ديالنا المهم الان خدمنا الغرزة اللي في الوسطة ودابا غا نخدمه اخر غرزة اللي هي الغرزة الثالثة وبطبيع الحال غادي نخدمه على التوب غادي نجر الخيط المهم انا هنا في هاد الخدمة غادي نخدم بجوج ديالالوان بجوج ديالالوان كتجي الخدمة صراحة رائعة جدا خصوصا الى كانوا الالوان متناسقين وزوينين مع بعضياتهم كيطلعوا الخدمة واعرة المهم حاولوا حاولوا ماشي ضروري اللي بغا تخدم بلون واحد تقدر انها تخدم بلون واحد حي تكاين بعض الالوان اللي ما كيتقبلوش انك تخلطيهم باي لون المهمة اذا بكملت بهاد اللون وغادي لاحظوا معايا مزيان غادي غير نهبط هاد الخيط غادي غير نهبط لبرق يعني غادي غير نهبط الخيط فوسط من التوب ما غادي نديل لغور زالة تشي حاجة هاداك الخيط متقطعوه موالو خليوه من بعد غادي نرجعوه نعاودو عوتاني نكملو بي الخدمة اه يعني انا غير هاب بطول تحت باش ندير فوق منو هادا عادي جدا وماللي غادي نحتاج لهاداك الخيط اللول ارجع نلصق فيه لبرق ونكمل فهنا نستعملت هاد اللون هادا صراحة انت يجي رائع يعني هاد جوج دي الالوان كيجوزوينين مع بعضياتهم اه وبطبيعة الحال لكم واسع النظر اه 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 اي الوان عجبوها جوزوينين تقدر انها تستعملهم المهم الار تافعت بجوج دي الغرزات وغادي نزيد الغرزة التالي تبطع بعض الحال ونخدمو راندة سبولة كالعادة دابا غادي نرجع ونخدم الغرزة الاولى كنجر الابرة هنا نحاول انني نعاود نتبتها مزيان كما قد لكم بداية تكون شوية صعيبة او لكن من بعد اه كل شي كيسهل كيفما كتلاحظوا معايا الخيط كيبقى عندك في هاد اتجاه وغا ترجعي اما تحس بثالث غرزة او لا تحس بغردك اللي من مراها يعني غرر سبولة انت هي غادا خدامة في كل غرزة كنديرو فيها سبولة كيهنا لاحظوا معايا انني انا هبطت الابرة عاد غادي نطلعها في الغرزة التالتة ديال الجهة المقابلة تقدروا انكم تديروا هالطريقة وتقدروا انكم تديروا الطريقة اللولة ديال انكي في نفس الوقت يعني كتهبطي الابرة وطلعها في نفس الوقت بالنسبة في الدرس كتكون شوية سعيبة من احسن تديروا هادي المهم ده بغا رجع نهبط الابرة في هاد الغرزة اللي في الوسطة وكما كتليكم كتجري الخيطة هو الاول ومن بعد عاد كنجروا الابرة فالان عطاتني راندة سبولة وده بغا ديالرجع ونخدم اخر غرزة اللي هي الغرزة التالتة وده بنخدمه على التوب لاحظوا معايا مزيان غدا نرجع ونخدم على التوب وده بغا دي نطلع عادي الغرزة الاولى والغرزة التانية ثم الغرزة التالتة ثلاثة ديالغرزات ونعود نرجع الخيط الفوق وكتديري الغرزة الاولى وده بك مباشرة كنديرو الخيط التحت هده وشكل ديالي حبكة بحل ده بحنا كنحبكو المهم كتتخدمي في هاد الغرزة التالتة إلي حسبتي غا تعتك التالتة ما حسبتي شرائية غير لي من وراء السبولة كنجروا الخيط وعاد نطلعوه هنا هادي طريقة سهلة يعني اللي بغايت يتخدمي بها الطريقة سهلة وده بقدر رجع في هاد الغرزة الوسطانية وللغرزة التانية رحضوا معي الاتجاه ديال الخيط ديالي ما الفوق وكن هبط الإبرة في هاد الغرزة اللي في الوسط كنجر الخيط ومن بعد كنجر الإبرة حاولوا انكم تشدوا بليدكم لي من ولمهم لي دلتمو خدامين بيها ومن بعد كنجر اخذ مي اخر غرزة اللي هي الغرزة التالتة ودابا غادي نخدموه على توب لاحظوا معي مزيان الآن غادي نتكملوا بشكل عادي جدا هنا كيف ما كتلاحظوا معي خدمت بجو جزي الألوان موهما نبانو لي بلي هما ألوان متناسقين يعني اللي عندها شي جلابه فاد اللون ممكن أنا تستخدم هاد الألوان يعني هادي نظرية ديالي أنا كل وحده تخدم بالألوان اللي عجبوها بالنسبة لها الدرس هذا بالضبط جوج ديالالوان كي طلعوه زوين خصوصا إلا درتي شي درس يعني أنا الآن غنخدم هاد الدرس هذا اللي غندير درس غير صغير غير كميتال كيما قدت لكم أنا خدمه غير بلون واحد اللي غدا تخدمه بجوج ديالالوان غدا تطلعه حسن يعني غدي يجيها الدرس رائع جدا مثلا تقدري تديري الدرس ديال يد البريد وتخدميه بجوج ديالالوان غيطلع أكيد أنه غيجي رائع وأفضل من أنك تخدميه مباشرة فوق من التوب يعني كتبقى كقاعدة زوينة لتقدري تعتمدي عليها وتخدمي بيها أي درس بغيتي لاحظوا معايا هنا درس الدرس ديال الواحد وذا بغدا الرجع في هاد الغرزة المهم هنا هاد الغرز مشي دروري أنك تخدميه في غرزة من مورا غرزة تقدري بعد مرات عينك ميزانك إلا بانتلك باللي هادك الغرزة غير مناسبة تجاوزيها وخدميه في الغرزة اللي من موراها هنا كنت رجعو في هاد الغرزة هاد وكلويل خيط جوج مرات أو ثلاثة ديال المرات يعني إلا بديتي بثلاثة كملي بديتي بجوج كملي بجوج فهنا درنا الدرس ديال الواحد عادي جدا كنظن باللي كل شي كيعرف الدرس ديال الواحد من الدروس اللي أساسيين ومهمين أنك تتعلمي هم هم اللولين هنا ديما كتراجع أسفل هاد الغرزة وكلويل خيط جوج مرات على البرا وكنجر الخيط مزيان لاحظوا معايا ده بغا نديرو حد درس بسيط وساهل كما قلت لكم اللي ما عجبهاش ما تديروش وتدير اي درس عجبها هنا كتراجعي في هادك الدرس اللي أولاني وكتديري هاد الغرزة هادي ولهاد النصف دائرة وده بغادي نعمروها صافي يعني هاد درس كما قلت لكم ساهل وصيد غادي غير نعمرو هاد النصف دائرة كنرجع الخيط في هاد الاتجاه باش يعطيني شكل دي الحبكة وكنطلع الإبرة بهاد الطريقة وغا رجع كده ارجع فيها يعني هاد الحبكة هادي لدرتها غادي نرجع فيها عاد نمشي فدرنا فيها حبكة في حبكة ارجع داب اسفل هاد النصف دائرة وغادي ندير هاد الحبكة التانية وغادي نرجع فيها لاحظوا معايا مزيان كترجع فيها وكتدير هاد الحبكة ديالك عادي جدا هادي الحبكة التانية ودابة غادي ندير الحبكة الثالثة كنجروا الخيطة وغادي نرجع ونخدمو فيها ولاحظوا معايا مزيان دابة غادي نخدم على هادي الدرس دي الواحد الاخير اللي كنت خدمتوه رجعت الخيط الفوق باش ندير غرزة ماشي حبكة غادي ارجع هنا اسفل هاد الدرس وغادي ندير غرزة عادية اه بالنسبة السيدات من أنهم لم يعجبون هاد الدرس ماي ديروه شماشي داروري اللي عندي انا مهم هي القاعدة ديالراندتسبولق فقط اه انا خدمتوه اصلا غير حلقبل هادك القاعده اما هاد الدرس فقط انا غير قلت ندير ايه درس يكون سهل غير باش شوفو كيفاش تقدروا تخدموا القاعدة وتديروا فوق منها اي درس انتو ما بغيتو يعني اختاروا الدرس اللي اعجبكم وخدموه اي درس فلاحظوا معايا مزيان هنا كترجعوا تدير الدرس ديال الواحد وكتخدمي عادي جدا كترجعي هنا في هاد القاعدة هنا لاحظتوا معايا مهم هنا متجاوز حتى شي غرزة ولكن من بعد غادة رجع نتجاوز وحاد الغرزة المهم غادة رجع هنا في هاد الدرس في هاد الغرزة هادي ولو الخيط تجوج مرات نجر الخيط نجر البراء وغادة رجع نكمل هاد هنا غادة جاوزت غرزة وخدمت في الثانية كما قلت لكم عينكم ميزانكم ما تحتامدوش ولا ذكروا غرازي تبقاوا قادين عليهم وحدة 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 عينك ميزانك وشوف انتي ودرس اللي غادة تديري يعني انا مثلا خدمت هذا انتي غادة تخدمي واحد خور فعينك ميزانك هذا كترجلك انتي كتخدمي فوق منتوب غادة تخدمي فوق القاعدة هنا من بعد ما شدينا هاد الخيط كنرجع في هاد الغرزة الاخيرة اللي كنت خدمت وكنحاول انني نتبت فيها الخيط عادة رجع نكمل الخيط في هاد الاتجاه وغادة نحبك الحبكة الاولى كنرجع فيها بطبيعة الحال والحبكة التانية مهم حسبنتي وعدد الحبكات اللي درتي اللي درتي 8 في اللولة بطبيعة كترجع دائما في هاد الدرس دي الواحد الاخير كترجع في هاد الغرزة وكتدير غرزة عادية غير باش تقفلك هاد الدائرة فانتم الآن غالين تكملوا العمل ديالكم بشكل عادي جدا ديروا الدرس اللي اعجبكم وخدموه بطريقة اللي اعجبتكم المهم عندي انا هي القاعدة فقط كنتمنى ان هاد فيديو هاد هنا للاعجاب ديالكم وشكرا لكم كاملين وشكرا للدعم ديالكم واي تساؤل خليوه في التعاليق او خليوه في الموقع ديالي على الانستغرام وسيلة التواصل الوحيدة اللي انا قدرتها هي الانستغرام دخلوا الانستغرام رابط ديالكم اسفل فيديو وصندوق الوصفة بالنسبة للسيدات اللي عندهم اسئلة مهمة وشكرا على الدعم ديالكم اشتركوا في القناة